موسيقى موسيقى بعد عدة تفاوضات العمال وصلوا المعركة ديالهم في الشارع تقريبا سانة إلى حدود 2018 دخلت وزارة الداخلية على مستوى الوطني بجهود طبيعة الحال من نظيم الكون فيدرالي بصمود العمال طبيعة الحال كان هناك تضافر ديال جهود عدة أطراف واللي تم إعادة فتح المؤسسات في 2018 بعد ما تعين مدير جديد وفي الحقيقة هذا المدير الجديد اليوم لما تنعرفوش شكون عينو ومنين أتى تعتاد الدعم تعتاد الدعم على مستوى المحلي والجهوي جامعة مكناس أعطات 200 مليون جهة فاس أعطات 200 مليون تم إعفاء ديال الكيراء ديال العقار ديال السانة تم إعفاء ديال ضاربة القيمة الموضافة ديالصندوق الضمج الشمعي طبيعة الحال بمجهود جبار مع الأطراف واللي تيرجع الفضل طبيعة الحال لكم في در الدمقرية الشغل اللي دارت وحد المجهود كبير جدا فهذا الوعد هو لي أول مرة أول مرة تتم هذه العملية ديال إعفاء نظرا الكم الهائل ديال العمال ديال هذه المؤسسة والحفاظ على مناصب الشغل لكن النية ديال هاد المؤسسة أو صحاب هاد المؤسسة كانت نية مبيتة واللي تم جميع الجهات ضفروا مجهود لاستمرار هذه المؤسسة لكن الطرف الآخر اللي فوت لمؤسسة في 2016 كانت عنده نية أخرى هو من بعد قضاء خمس سنين اللي كانت في العقدة مع الفرنسي ديال الكيرة خمس سنوات غير قبيلة الجديد هنا تبين المقصود فين بغين يمشي بهذه المؤسسة وفين بغين يمشي بهذه العمال وهنا كان نقطة النهاية من بعد أن تحط كل شي في أمر الواقع لا السلطة ولا مجتمع مدني ولا الجميع تبين بأن هذه المؤسسة ما غادش تصمر ونحن قلنا في 2016 في البداية 2016 بعد ما تفوت وعرفنا البنود ديال البيع والشيراء في هذه المؤسسة قلنا هذه المؤسسة فقط غادي هبطو هذه العمال فقط غادي يمشي وضحية لهذه العمال لأنها قدو 40 سنة وبغاو يتخلصوا منهم على أسس لأن هذه صاحب المؤسسة التي فوت المؤسسة لأن يعمل بشي مؤسسة جداد والذي في كل سنتين يبدل اسم المؤسسة وتعاود العقاد العمال أولا العمال لا يستفد ثانيا لا يترسم ثانيا الدولة لا يستفد من الضريبة اعلنوا هي مؤامرة محبوكة مني كان نشوفه من 2016 كيفاش تفوت المسيكوم سيكوم كما تقولهما في إطار الشراكة ولكن كان على ما تستفهم ثم بعدها جاء المدير اللي هو الآن المراني ومشى في نفس النهج وكان لحظ واحد الملاحظة وأن تتكلموا عن الطلبية هي كثيرة ويتعد بالملاير ولكن مني تنقلبوك للقاوات هربات المجموعة ديال المؤسسات الصناعية لا هنا في مكناس ولا في الضربية إذن إذا كان الغرض دياله أو المسؤولين على هاد المؤسسة هو التشريد وتسريح ديال هاد العاملات والعمال فحسب القول ديالهم أنهم ما غاد يشي تنزلوا على الحق ديالهم وحقه الطبيعي واللي خوله القانون عاملة خدمات 27 عام يعني قضية ظهرات العمر ديال في الشركة أنا غيم مثال اللي تعطى من 550 عاملة اللي كلهم فنو يعني الشباب ديالهم في الشركة هذي معضيلة اجتماعية باش ما نعود شلمي الفرات قريب معروف أنا غدي نهضر على المعاناة اللي يعيش العمر هذي معضيلة اجتماعية مسؤولين وما تحت القانون إلا باش ما يكون المظلم فما الجدوى باش نوضع قوانين في البلاد علش كنوضع القوانين حتى لا يكون المظلم حتى ينصف المظلم والان نعيش الظلم فأين هم المسؤولين لإدو القسم باش يخدم هذا الوطن 550 كل واحد تجار استدية لأفراد يعني هذا اقتصاد المدينة يمشي والناس تموت بالموت الباطئ وفينا هم المسؤولين نحن سنبقى صمدين على الحقوق وليس نتخل على الحقوق إلى آخر رامق لأن الهدف يتبين وهو صاحب الشركة الأم التي خدمت 40 عام سأعطي هذه المعلومة و ستوضح الكلام فأين نقول أنا خدمت 40 عام يعني أنا هذا ليس الشركة الأم التي خدمت 40 عام و أصبح أحد كيف أثنين الواحد أنا راب أشار أنا لست عاد الغنم أنا أريد تحقي في هذه البلاد فحسب الله وين يعمل وكيل نحن كالنادي والمسؤولين الذين غير على هذا الوطن هذا أما الناس الذين متواطعين في هذا الميلف سنبقوا مصررين وسنبقوا متواطعين بالحقوق حتى يبن كل واحد متواطع في هذا الميلف لأن هذا الميلف ستغلب السيد الوالي وسيد العمالة مكناز لنحن لا يوجد لأن الناس يقفون معنا ولكن مدام أن الجهود فشلت إذن ينقى 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 أي واحد يلعب في هذا الوطن ويضمر الأمة هؤلاء الشعب فهذا نداء هذا نداء كالنادي والجميع أي واحد عنده غيرة أنه يوقف وينهض ويرفع الظلم أي واحد متواطع في هذا الميل في هذا لن نجعل التواطع يتم علينا لأننا نعمل 40 عام وليس نعمل قانون نعمل 40 عام ونتلاح ترجمة نانسي قنقر